اذا متابعين الكرام مجتمعين الافاضل التحية تتجدد مع هذا الانطلاق الجميل وشوطن الثالث عشر ينطلق بتوفيق من الله حمل تحديات الجعدان المحليات الاسائل نتمنى التوفيق هنا لجميع المشاركين والانطلاق لفئة الانتاج والمنتجين مباشرة مع مزيون اللي انطلق بالمركز الاول بالصدارة مزيون على المقدمة والمركز الاول سعيد بن راشد بن حمد الرزيني النيادي هناك مع المركز الاول بينما المركز الثاني النشمي على المركز الثاني في هذه اللحظات لعبد الرحمن دنبارك بن حمد النعيمي بينما المركز الثالث وصول من الشارك دنبارك بن محمد بن مبارك رابع المراكز الاسد وصل الاسد في هذه اللحظات سالب بن مسلم بن حمرور العامري بينما المركز الخامس فالوصول ياتي مع مشهور البطي بن مسلم بن زفن العامري وسادس المراكز هنا الوصول مع انطلاقة شاهيد عبيد بن عتيس بن زيتون الامهير ياتي مع المركز السادس بينما المركز السابع سابع المراكز مع انطلاقة وتعديات هذا الشعار الواصل والمتقدم في هذا الانطلاق الجيسري هنا انطلق في هذا الانطلاق الجميل الجيسري لسلطان من غالب الراشد المنصوري من انطلق في هذا التحدي وبدأ الانطلاق ايضا مع المركز الثامن مع انطلاقة وتعديات شاهيد حليب بن حفظ شاهيد خليفة الدرع من يصل في هذا الانطلاق الرائع والممتاز بينما المركز الثامن ثامن المراكز مع شاهيد الزفنة في التحديد في سعيد العفاري ايضا ياتينا مع هذا الانطلاق الجميل ولكن بدأ على تاسع المركز مع انطلاقة سراب حمد بن حمد القزول العامري وبينما المركز العاشر فهناك شاهيد علي بن سال بن حوي الشامسي اذا المراكز العشرة الاولى عديناها على مسامعكم ولكن لا بد من العودة الى المركز الاول العودة الى الصدارة ومقدمة هذا الشوط هناك مع المركز الاول مع هذا الموقع الجميل الموقع الاستراتيجي بالفعل المطل الى المنصة الرئيسية والمطل الى الناموس والى سط النهاية اذا هناك مع المركز الاول نشمي بالفعل هو نشمي ونشمي على الصدارة والمقدمة العبد الرحمن بن بارك بن حمد النعيم المسيطر حتى هذه اللحظات والمث اقدم مع هذا المسار الجميل بينما المركز الثاني الاسد لسالب بن مسلم بن حمرور العامري ودالة المراكز فالوصول ياتي من الشارد مبارك بن محمد بن مبارك الاخيين بينما المركز الخامس فالوصول بدأ وتحرك ايضا تحرك هناك اسراب لحمد بن محمد بن منزول العامري المنطلق في هذا الانطلاق الجميل ولكن بدأ شاهين الزفنة بالذحب بن سعيد العباري هنا يتقدم في هذا المسار الجميل ولكن العودة الى النشمي 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 اللي ما زال ايضا مسيطر ما زال النشمي هو نشمي بالفعل على صدارة والمقدمة مع عبد الرحمن بن مبارك بن حمد النعيمي ولكن بدأ الانطلاق بدأت القوات والإثارة بدأت الصراع والنزاع بدأت الاسما بالتدخل وصل ايضا هنا في هذه اللحظات هناك من الجانب الاخر مع انطلاقة الاسد سال بن مسل بن حمرور العامري فاذا رأيت الليث كشر عن نيابه فلا تحسب ان الليث يبتسم الله الله اذا بدأ تدخل مع اسراب حمد بن حمد قزول العامري والتدخل ايضا مع نسناس نسناس لسعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي وصل بن فارس في هذه اللحظات هنا ينطلق ايضا في هذا الانطلاق الجميل بن فارس يمططي جواد الناموس بن فارس يمططي المركز الاول ليكون حاضرا في هذا الانطلاق الجميل مع نسناس مع نسناس 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 على الصدارة على المركز الاول حتى هذه اللحظات الجميلة معلنا هذا التحدي معلنا هذا الانطلاق مع مالك سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي ولكن بدأ بدأ هناك مع اديبة 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 وصل الديلة بالويهي بزفن الاعباري وصل افونا في هذه اللحظات وتقدم السناوي تقدم السناوي نمحمد بن حمد بن حسنا المري ولكن بن فارس اهالي الكوعة اهالي الكوعة الدروع مع الصدارة مع انطلاق في هذا الاسم اسعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي تهانينا على هذا الفوز والانتصال الجميل المركز الثاني اديب انديلة بالويهي بالزفنة العباري ثالث المراكز وصل هناك السناوي مع محمد الحمد بن محمد الحسنا المري المركز الرابع وصل شاهين الزفنة في الزفنة بن سعيد الاعباري بينما المركز الثالث الخامس فهو شاهين لعبد الله بن معيوب بن محمد العامري اذا مشاهدين الكرام مستمعين على فاضل كان حاضرا هذا الاسم مع انطلاقة نسناس سعيد بن عبد الله بن سعيد الدرعي ومشكور علي الحافي على هذا الحضور الجميل هناك التوقيت الزمني سبع دقائق تسعة وارفعين ثانية وخمسة اجزاء من الثانية تهانين لسعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي والتهانية الى علي بن محمد علي حافي على هذا الانتصار المركز الثاني سبع دقائق خمسين ثانية وجزء واحدا من الثانية كانت توقيت المركز الثاني وصل هناك مع انطلاقة ادي بليندي لبلويح بالزفنة العفاري بينما المركز الثاني سبع دقائق واحد وخمسين ثانية وسبعة دقائق اجزاء من الثانية كانت توقيت السناوي محمد بن حمد بن محمد الحسنى المري تهانين والنموس لجميع الطائز